برحب حضراتكم راتاني يا مشاهدينا وزي ما تعودنا في يوم الخميس بنتكلم عن عالم الأبراج وصفتها نهاردة هنتكلم عن برج السرطان واللي بيعتبر من مجموعة الأبراج المائية المعروف عنها تقلب المزاج والرغبة في الهروب من الواقع تعالوا نعرف أهم مميزات وعيوب أصحاب برج السرطان وتوافقها مع الأبراج الأخرى ومع بعضها كمان نعرفتنا الأستاذ عبير فؤاد خبيرة الأبراج أهلا بيك يا أستاذ عبير أهلا بيك من أورارة طبعاً كالعادة وزي للفقرة اللذيذة لدمها خفيف جداً بصراحة وللإسماء نحن نعرضه هنتكلم عن السرطان وتوافع معروف عنه كده أن في العزيمة والإصرار من أحد صفاته إيه مميزات كمان لبرج السرطان والله يشوفي أنا بحس أن هم عاطفيين وحساسين قوي ومميزاتهم من هم عندهم موهبة في الحس الفني أو في القدرة على التخيل بلاقي منهم مثلاً كتير بيعرفوا يكتبوا قصة بيعرفوا يصمموا أذياء يعني عندهم الخيال حلوة قوي لو بيشتغلوا مثلاً في سيناريو في كتابة سيناريوهات يعني من أهم مثلاً الناس اللي بيكتبوا قصة وسيناريو وحيد حامد يعني ده برج السرطان بشوفي زي ما قلتي عندهم إرادة قوية وعزيمة جبارة وعندهم قدرة على التماسك يعني رغم أنه هم حساسين قوي لكن ممكن في المواقف الصعبة تلاقيهم عندهم القدرة أنهم يبقوا متمسكين قوي ممكن يبقوا من جواهم بيزين خالص يعني تعبانين لأنهم حساسين لكن عندهم القدرة أنهم يظهروا قوة وخشونة ويبقوا متمسكين يعني الوصف ده بيعبر عن الرمز بتاع السرطان السرطان ده هو سرطان البحر أو اللي بنقول عليه الكابوريا الكابوريا دي عبارة عن هي من جوة كائن رخوة جداً لكن هي الغلاف الخارجي محاوات نفسه بحاجة قوي بحاجة قصية بحاجة يظهر قدام الناس اللي برا أنه هو أقوى من الجوة بسه دي طريقة حماية نفسه دي بيحمي نفسه وهي دي أسلحته كمان من ضمن أسلحته على فكرة الكلبشات دوافره أو بص تلاقي الكابوريا ليها كده زي كماشة الأطراف بتاعتها هم عندهم الكماشة دي عندهم الرغبة في الاستحواذ على اللي بيحبوهم أو حب تملك نقدر نقول عندهم حب تملك للناس اللي بيحبوهم آه هي طبعاً دي ما تعتبرش بقى من المميزات يعني نقدر كده ندخل على العيوب دخلين كده على العيوب إنك دخل فيه على العيوب طبعاً من أكتر الحاجات اللي بيتميزه هو عيب شوية يعني يعتبر من العيوب إنه بيميل الحزن صاحب برج سرطان يعني بيميل الحزن وإذا حزن بيطول يعني مش بيحاول يخرج نفسه تلاقيه كأنه مستمتع بالحزن ده ده حقيقي إيه تاني طبعاً عايزكي تركز اشتركوا في القناة